بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيفكم أخوانا إن شاء الله بخير الله يبارك فيكم يا رب ما زلنا معكم متابعين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرة فقط في تواريخ يعني في خروجه ونزوله وكل شيء ووصلنا إلى النزول بقباء وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء هو من حط سؤال إحنا متى كان نزول بقباء كان في يوم الاثنين ربيعين الأول سنة 14 من النبوة سنة 1 هجري 23 سبتمبر 622 إخواني إذا أنتوا بتكون تحفظوا العنوين فقط تكرر هذه الصفحة أو سجل عندما منكم إن شاء الله أنا سوف أضع ملف PDF كامل في نهاية هذه السلسلة الحلقات حتى يعني يستطيع الإنسان منها أن يحفظ هذه السلسلة بسرعة نحن يعني لازم نعلمها لأولادنا ولازم نعلمها لأصحابنا ولأعائلتنا ولأقرباءنا لأنه لازم كل إنسان يكون عنده معلومات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والكثير والكثير الكثير يعني أنا وجدتهم أن لا يوجد عندهم هذه المعلومات فنسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهنا في الدين من عدة سوة ماتاني إخواني الكرام متى كان النزول بقباء كان في يوم الاثنين ربيعا الأول سنة 14 من النبوة سنة واحد هجري شو يعني واحد هجري يعني لما أول ما هاجر رسول الله عليه وسلم انكتب هنا هذا العام الهجري هون بيجي واحد هجري طيب وهنا تم عمره صلى الله عليه وسلم خمسين سنة صار عمره سيدنا النبي خمسين سنة طيب كم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء هذا سؤال بقي أربعة أيام يوم التنين والثلاثة والأربعة والخميس بعد ذلك جاء أمر الله وركب في يوم الجمعة ومعه سيدنا أبو بكر وسارى نحو المدينة طيب سؤال نجيها لمحط سؤال أين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة وفي أي يوم نقول الجواب نزل في بني النجار كان يوم الجمعة 12 ربيعين الأول سنة واحد هجري الموافق 27 سبتمبر طيب نحنا هلأ حنقول أنه هلأ هوني كان نهار للجمعة 12 نرجع لورا نرجع لورا أول ما نزل في قباء كان في سنة 14 سنة واحد هجري 23 سبتمبر ضل أربعة أيام نحسبها لتو عشرين 24 25 26 27 للكواهي التاريخ 27 سبتمبر واحد هجري مضبوطة كان يوم الجمعة 12 ربيعين الأول هنا يدش أننا نحنا هنا يوم الاثنين بس ما نحطنا التاريخ تمام ما في مشكلة كان يوم الجمعة 12 ربيعين الأول معتها نرجع نحنا أربعة أيام لورا معتها ثمانية ثمانية في يوم الاثنين ثمانية ربيعين الأول تمام ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة وزيد وأم أيمن وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها ثم بنى المسجد النبوي الشريف عند جلوس الناقة وكانت مأمولة بذلك يعني الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر هذه النقة أن تجلس في مكان حتى يبنو هذا المسجد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار فسؤال نضع سؤال هنا كم كان عدد المهاجرين والأنصار عندما آخاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تسعون رجلا ثم آخى بين المؤمنين بعقد معاهدة أزاح ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية ونزاعات ببنود وضعها وكانت 16 بند بعد ذلك وقعت معاهدة مع اليهود المجاورين وكانت في 12 بند وأصبحت المدينة وضواحيها دولة وفاقية ورئيسها إن صحت تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين لتوسع الأمن والأمان بعد ذلك زاد المشركون غيظا وأرسلوا إلى عبد الله أبي بن سلول وأصحابه كتابا واجتمعا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرقهم رسول الله بعد أن لقيهم ثم بعد ذلك هددت قريش المهاجرين بأنهم سوف يأتوا لقتالهم في عقر دارهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس كل ليلة حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال أيها الناس إن صرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل وإلى هنا أخواني الكرام ننتهي في هذه الحلقة وإن شاء الله سوف نكمل معكم في حلقة قادمة وعندما أذين له بالقطاع صلى الله عليه وسلم فأي غزوة بدأت إلى أي غزوة انتهت إن شاء الله نرخص هذه السيرة في هذه الحلقات فنرجو منكم الاشتراك في القناة ونرجو منكم مشاركة هذا الفيديو ليصل أكبر عدد من الناس فالدال على الخير كفاعله وجزاكم الله عننا كل خير بارك الله فيكم أحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر